النظام الصحي في العراق على شفاهاوية بعد أن توالت انهياراته المتسارعة وجاءت جائحة كورونا بمثابة ضربة قاضية وأزمة عرت الفساد الذي نخر في جسد هذه المنظومة التي تعد من أهم منظومات الدولة لعلاقتها المباشرة بحياة المواطنين دائرة الصحة العامة تؤكد أن القطاع الصحي يقف الآن عاجزاً أمام انتشار وباء كورونا ولا يملك من المقومات ما يكفيه لصمود ولو قصير الأمد ثلاثة عوامل تؤثر في قدرة النظام الصحي على السيطرة على جائحة كورونا الأول نقص المواد الطبية اللازمة ولسيما مواد التعقيم والألبسة والكمامات الواقية أما الثاني فعدم وجود مبان صحية كافية لاستيعاب أعداد المصابين إضافة إلى افتقار المتوفر منها إلى الأجهزة والمعدات الطبية بينما العامل الثالث هو التراخي الحكومي في تطبيق حضر التجوال أو حصره على فئة من المواطنين والتغاضي عن عناصر الميليشيات الذين يتنقلون بأريحية دون التزام بقواعد الأمان الصحي تحذيرات متكررة من مصادر صحية حكومية تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي سينسحب سلبا على الواقع الاقتصادي المترد أصلا وبالتالي على الواقع المعيشي فيما لو اضطرت الحكومة إلى فرض إجراء حضر تجوال صارم ومتواصل يفقد الشعب الفقير آخر مصدر له لتحصيل الرزق اليومي خيبات النظام الفاسد لا تعد ولا تحصى وليس آخرها سوء التعامل مع وباء كورونا وكل ذلك بسبب تأثير النظام الإيراني حتى على السلوك الحكومي في العراق دولتان جارتان للعراق إيران بكل فشلها أمام كورونا وتركيا التي زادت إلى نظامها الصحي المتقدم سرعة التعامل مع الكارثة وتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية ولزوم فرض حضر التجوال نظام بغداد أغفلت تجربة التركية واستنسخ تجربة إيران بكل مساوئها إنه شغف تقليد التابع للمتبوع حتى في الفشل